موسيقى موسيقى تحية طيبة مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع صحيفة الاندبندنت في نسختها الإلكترونية ومقال روبرت فيسك بعنوان بعض الانفصال عن القاعدة تقدم جبهة النصر للغرب على أنها قوة معتدلة ولكنها ليست كذلك ويقول فيسك أن أيمن ظواهري زعيم تنظيم القاعدة قال لجماعة جبهة النصر أن بإمكانها أن تنأى بنفسها عن تنظيم القاعدة ويرى فيسك أن ذلك ليس محاولة لتحسين صورة الجماعة الجهادية التي تنشط في سوريا ويقول فيسك أن جبهة النصر لا تحب تنظيم الدولة الإسلامية ولكنها طالما بقيت تابعة للقاعدة لا يمكن أن يتم إبعادها من قائمة الولايات المتحدة للجماعات الإرهابية ولا يمكنها الانضمام لتصديف الغربي للمعارضة المسلحة المعتدلة في سوريا ويضيف فيسك أن علاقة جبهة النصر بقطر تثير الكثير من التساؤلات حيث تنفي قطر وجود أي صلة مع الجماعة ولكن منذ ستة أشهر أجرت قناة الجزيرة القطرية مقابلة مع محمد الجولاني زعيم جبهة النصر الذي قال إنها لخلف لديها مع المسيحيين والعلويين والأمريكيين وأنها ليس ضد أحد سوى الرئيس السوري بشار الأسد ويستدرك فيسك قائلا إنه لا شك في أن جبهة النصر سلاتهم بقطر حيث أطلقت جبهة النصر مؤخرا سراح ثلاثة صحفيين إسبان كانوا محتجزين في سوريا مدة عشرة أشهر وإثر ذلك فخرت وكالة الأنباء القطرية بدور السلطات القطرية في إطلاق سراحهم ويقول فيسك إنه على النقيد مما يبدو أن محاولات جبهة النصر أن تنأى بنفسها عن تنظيم القاعدة فإن القاعدة في واقع الأمر تحاول السيطرة بسورة كاملة على جبهة النصر لاستخدامها في إنشاء إمارة وخلافة في محافظة إدلب السورية لتنافس بهما نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية ونقرأ في موقع ترك بريس مقالة لأحمد موفق زيدان بعنوان خانطومان جمعت مجد نصر ذيقار ونهواند وتشالديران رأى فيه الكاتب أن التاريخ سيسجل بأحرف من ذهب وبأحرف من دماء الصفويين أن معركة خانطومان التي خضها أبطال جيش الفتح كانت مفخرة العربي والمسلمين فقد أعادت أمجاد ذيقار ونهواند وتشالديران بعد أن تجسد فيها الحلف العربي الإسلامي الشعبي بشبابه بعيدا عن دوله والتزاماتها الدولية المرهقة سيسجل التاريخ أن فتية من الشباب الأبطال أذاقوا صفوي العصر مر الكأس جعلت كبار قادتهم يهرعون إلى الشام من أجل الانتقام فكان الانتقام الشامي المضاد لحلب والغوطة وبنياس وحمص وكل بلدات الشام ومعها كل بلدات العراق واليمن فسقط العديد منهم قتلى وجرحة وأسرى السراخ على قدر الألم فبحسب المصادر الرسمية حصيلت معارك خانطومان 13 قتيل وأكثر من 21 جريح بينما تتحدث المصادر الإيرانية الأخرى عن سقوط أكثر من 80 قتلا ومعظم القتلى من قوات النخبة المنتمية إلى محافظة مازندران المعروفة بشراسة مقاتليها منذ الحرب العراقية سمعت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية إلى اتهام أنقرة بتسهيل حركة المسلحين ودبابتهم وعبر ممر السري طوله 2 كيلومتر من حدودها كلام مهزلة ومسخرة ومضحك ويختم الكاتب بالقول الثورة الشامية اليوم فرضت أجندتها على قوى عظمى أو هكذا تسمى حتى الآن ولذلك مع الغزب الروسي للشام لم يعد هناك كلمة لإيران ولا لأدواتها وما على تركيا وغيرها إلا أن تستثمر اللحظة التاريخية بدعم قوين وفعال لأبطال الشام ليعيدوا مجد ذيقار ونهواند وتشالديران وقد أعادوا بعضه في خانطومان فسلام عليكم أيها الأحرار يوما انتفطتم ضد الظلم ويوما قتلتم الغزاة الروس والإيرانيين المحتلين ويوما انتصرتم في ذيقار ونهواند وتشالديران الإسلام وننتقل إلى صحيفة الحياة التي نشرت مقالة لمحمد مشموشي بعنوان معركة حلب التي كشفت ارتباك موسكو وواشنطن قال فيه الكاتب عندما تتبنى دولة كبرى أسليب أقل ما يقال فيها إنها صغيرة أو مرتبكة كما هي حال روسيا في الحرب السورية الآن تكون إما في منتهى ثقة بنفسها لشعورها بأنها صاحبة الكلمة الأقوى أو أنها في غاية الارتباك لإدراكها أن ما تفعله مع حليفها بشار الأسد لن يؤدي عمليا إلى ما تصب إليه ويبدو أن الأمرين ينطبقان على حال رئيس الروسي فلاديمير بوتين في معركة حلب المستمرة منذ أكثر من أسبوعين فليس سيران أن هذه المعركة التي بدأت فورا بعد تعليق وفد المعارضة مشاركته في مفاوضات جينيف استهدفت الضغط على الوفد لتغيير موقفه الرافض لبقاء الأسد في المرحلة الاتقالية التي يتم البحث بها حاليا وبالتالي إنقاذ النظام من مصيره المحتوم ولذلك تحديدا بدر بوتين إلى اعتماد صغائره وفي هذا تبرير الحرب على حلب أولا ثم الكذب بشأنها وبشأن الهدناء التي سميت نظام التهدئة مر بعدم شمولها المدينة وأخرى بأن التهدئة تقتصر على اللاذقية والغطى الشرقية وثالثة بأن القصف يستهدف داعش جبهة النصرى من دون غيرها إلى حد أن وزير خارجيته سيرجي لفروف اتخذ عددا من المواقف التي يناقض واحدها الآخر بل وحتى يكذبه علنا وبكل وضوح لم يكن خافيا على أحد خصوصا على كيري وديمستورا أن صغائر لفروف تريد إعطاء الأسد ومعه ميليشيا إيران وحزب الله وقتا كافيا لحسب معركة حرب لكن الأيام مرت أسبوعين كاملان من دون تمكن من إنجاز الهدف على العكس قامت الدنيا ولم تقعد على موسكو بالذات لأنها لم تمارس ضغطا على الأسد طالبها به العالم مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لوقف مجازره في حلب ونقرأ في صحيفة العرب القطرية مقالة للكاتب التركي اسماعيل ياشا حيث أشار فيه الكاتب إلى قرار رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو بعدم ترشحه لرئاسة الحزب في المؤتمر العام الاستثنائي الذي سيعقد في 22 من الشهر الجاري وقال الكاتب إنه من المؤكد أن المتابعين للشأن التركي سيسمعون أو يقرؤون تحليلات مختلفة معربا عن اعتقاده بأن لب المشكلة يكمن في نظام السياسي الحالي وتداخل الصلاحيات بالإضافة إلى السيمة الأساسية التي يتمتع بها شخصية كل من أردوغان وداود أغلو وأشار إلى أن أردوغان شخصية سياسية من نوع فريد وقاد تركيا منذ أكثر من عشر سنوات من نجاح إلى آخر وحين تولى رئاسة الجمهورية أعلن أنه لن يكون كرؤساء السابقين مؤكدا أنه كرئيس منتخب شعبيا سيواصل الإشراف على رسم مسار البلاد وتحديد سياساتها وأما داود أغلو فيتمتع هو الآخر بشخصية كاريزمية وإن لم تكن تجربته في المعترك السياسي أوسع من تجربة أردوغان وغلب على آرائه التفاؤل والتنظير الأكاديمي والثقة بالنفس ومهما حاول خلال رئاسته لمجلس الوزراء أن يبقى في توافق مع أردوغان إلا أن شخصيته لم تكن تقبل غير التحرك بكل حرية واستقلالية في إطار صلاحيته ويؤكد الكاتب بأن أبرز العوامل الخارجية التي لعبت دورا في تدهر الأمور بتركيا إلى وضعها الحالي المستشارون والسياسيون والإعلاميون المقاربون من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أو رئيس الوزراء أحمد داود أغلو مشيرا إلى أن هؤلاء كل واحد منهم حساباته وأحلامه ومصالحه المرتبطة مع هذا الزعيم أو ذاك وخلص إسماعيل يشاء إلى أن النظام السياسي المطبق حاليا في تركيا من أهم أسباب تداخل الصلاحيات والتصادم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لأن تركيا في النظام الحالي ذات رئيسين منتخبين من قبل الشعب ولكل واحد منهما أهدافه وطريقته الخاصة به في إدارة شؤون البلاد والمخرج من هذه الإشكالية إما التراجع عن انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب ليتم انتخابه في البرلمان ويظل منصبه شرفيا أو الانتقال في أقرب وقت ممكن إلى النظام الرئاسي ليكون الرئيس المنتخب شعبيا هو المسؤول الوحيد عن رسم مسار تركيا وتحديد سياساتها وختام حلقة اليوم مع جريدة سوريتنا ومقال سامي وارد بعنوان المنظمة الإنسانية السورية بين مبادئ العمل الإنساني ومبادئ الثورة حيث أثارت الهجمة العسكرية الأخيرة على حلب من قبل النظام وحلفائه موجة من الإدانات الدولية وبموازات ذلك أصدرت مؤسسات سورية عاملة في المجال الإنساني بيانات مشابهة دانت عمليات القصف ووثقت الضحايا ولم تشر إلى المتسبب به الأمر الذي قُبل بانتقادات بين الثوار والنشطاء طالت موقفات تلك المنظمات وأثر العديد من النقاط الخلافية حول مدى التزام المنظمات التي أنشئت إفان الثورة السورية بمبادئ الثورة دون الإخلال بمبادئ العمل الإنساني يرى زيدون الزعبي رئيس اتحاد منظمات الإغاثة ورعاية الطبية أسوم أن المنظمات السورية لم تتنكر للثورة وليس المطلب منها أن تصرخ بأنها مع الثورة بل يجب أن يكون هناك من يقوم بهذا الدور فالمهم أن المنظمات تدعم سمود الناس في سوريا كي يتمكنوا من العيش في ظل القصف فمنفعة المنظمات للناس هي من خلال تخفيف معاناتهم وتأمين المساعدات وليست بالمواقف التي تتخذها هذه المنظمة أو تلك وحول عدم الإشارة للنظام في بيانات الإدانة التي تصدرها بعض المنظمات السورية اعتبر الزعبي أن الإشارة إلى المتسبب بارتكاب الانتهاكات تستلزم ذكرى جميع الأطراف التي ترتكب هذه الانتهاكات وهذا ما نخشاه وعندما ننتقد انتهاكا ما من أي طرف من المناطق التي تعمل فيها كوادرنا فإننا نعارض حياة الكوادر على الأرض للخطر وهذا ما يلومنا الناس عليه دون أن يعرفوا ظروف عملنا بشكل دقيق وإذا كان الانتهاك موثقا بالتقارير فلا أعتقد أن هناك مشكلة بذكر المتسبب به أما هيثم عثمان مدير منظمة غيرا سوريا يرى أن الإشارة إلى الجنات قد يكون من صلب العمل الإنساني المبني على تخفيف المخاطر وعلى المنظمات أن تسعى لتعريف وفتح المتورطين بالكوارث الإنسانية ويؤكد موظف سوري في منظمة دولية فضل عدم الإفصاح عن اسمه لسوريتنا أن الجهات المانحة قد تؤثر في سياسات المنظمات المحلية لا سيما أن الأخيرة تعتمد في تمويلها بشكل أساسي عليها لكن ذلك لا يعني عدم اتخاذ موقف سياسي وأكبر دليل على ذلك انسحاب منظمة أطباء بلا حدود من قمة العمل الإنساني الدولية وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة